موسيقى صباح الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة من حوار اليوم كان في عنا مؤتمر صحفي حول موضوع النفايات معالجة النفايات من قبل نائب نعمة فريم عضو تكتل لبنان القوي وأنا وياكم نرحب بدكتور ناجي حايك عضو المجلس السياسي في تيار الوطني الحر حديث هلأ لأنه هلأ منرجع بنحكي بعدين عزفة عن الترشح مرة جديدة أهلا وسهلا بسيف النصارى أهلا فيك نقولها ونقولها أيضا وأيضا أهلا وسهلا فيك دكتور ناجي حايك اشتقنا لك شونا أكثر أهلا وسهلا فيك أيغل المعطيات ظاهر أن الحكوم جاي من أمكاني ممكن تساعدنا بالاطلاع على الأجواء أنا بأعتقد أنه مثل ما نبين على كل صفحات الجرائد وكل نشرات الأخبار وكل المعلومات مش ضروري واحد يكون عنده معلومات خاصة لأله لا يعرف أن الحكومة صارت بالمربع الأخير وصار فيه توافق محسوم تقريبا يعني بنسبة 95% على تفاصيل المقاعد وتوزيع المقاعد بقى شوية شد حبال بالآخر بس هذا ما برأي بأخر للتشكيل الحكومة يعني من هلأ لكم يوم بدأ تكون مشكلة الحكومة الظاهر أن هناك عرف بإبلاغ دولة الرئيس مجلس النواب بتفاصيل الحكومة قبل إعلانها وبمعنى آخر نحن في انتظار عودة الرئيس نبيه بري من سفره يعني بيجي هو نهار الجمعة بكرة وتعلن الحكومة بين السبت وأول أسبوع القادم الوزير جمهران باسيل ماشي بدو يمشي الثانين أو الثلاثة يعني مبدئيا لازم بهيدا الوكاين بهيدا الوكاين لازم تركب الحكومة اشتغل الشغل الكبير الوزير جمهران باسيل ممكن حتى يسافر ويتركها بعهد ما بيأثر ما هو اللي بيشكل الحكومة هو فخيمة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء فرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو يسمى رئيس الحكومة وإن كانت الاستشارات. لا 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 أنا كنت عم بقول لك أنه رئيس الحكومة وأكيد فخارت الرئيس بدي يمضي المرسوم. مين ربحان فيها ومين خسران للحكومة؟ أنا برأي أنه الربحان فيها هو لبنان. نحن صار لنا أربع خمسة شعار كبير. لا مش شعار كبير. رحل لك شو هي. مش شعار كبير. لبنان هو يلي رح يكون ربحان أو خسران فيها. الهدف من تشكيل الحكومة وهي حكومة وحدة وطنية تجمع جميع الفرقاء اللبنانيين هو القيام بلبنان. ونهضة لبنان بعد هالسنين العجاف. يلي أنا بقول لك من سنة الخمسة وسبعين. أنا برأي هيدي الحكومة بوحدتها الوطنية بدأت تنهض بلبنان. وهون أنا عندي رأي كتير مهم بهيدا الموضوع. تشكيل هالحكومة هو حيكتب التاريخ. وتشكيل واليوم بينما الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري. يشكلان الحكومة اللبنانية. هم يكتبان التاريخ. والتاريخ يلي رح يحكي عن الرئيس الجنرال ميشيل عون. يعني بخياراته الحالية الرئيس عون عم يكتب تاريخه. ونحن بنعرف أنه هو دايما على قد المسؤولية وعلى قد الخيارات. يعني بخيار حكومة وحدة وطنية. وبخيار الشخص المناسب في المكان المناسب. وبخيار الأكفاء يكون هو عم يقرر كتب التاريخ بعد خمسين سنة. شو بدأ تكتب عن عهده. نحن عنا ملء السقفية. نحن بنعرف أنه الخيارات رح تكون على قد الحمل الملقى على عاتقها. الخيارات لازم تكون الأشخاص الأكفاء وأصحاب الكفوف الأكف النظيفة. يعني نحن ما جايين نحط فيتويات على حدا. بس كل شخص بيكون بهذه الحكومة لازم يكون تاريخه ناصع كله كله كله. ما ممكن ولا مقبول أنه يكون في حدا عليه شبهات فساد أو شبهات أخرى. ولذلك نحن بانتظار يشع النور وتطلع الحكومة ويكونوا كل اللبنانيين إيد وحدة من شال لبنان. لأنه ما في شيء اسمه إفشال العهد ولا إرباح العهد. هيدا لبنان إذا فيشل هالعهد لا سمح الله ولن يفشل بيكون لبنان عم يهر بيكون لبنان عم يسقط. السيد دكتور حيك إذا بتسمح لي مننتقل ل نائب جورج عدوان نائب رئيس الوات اللبنانية ومنرجع بعدها متابع حبار اليوم لكن نسمعه أنه نحن دأبنا بلجنة الإدارة والعدل أنه كل موضوع نحكي عنه نكفي فيه. أنا اليوم طلبت ودعيت لجلسة نهارة ثلاثة دعيت معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء القاضي الاستاذ جون فهد لجلسة استماع بلجنة الإدارة والعدل لحتى نبحث به هالموضوع ونطلع بنتيجة عن كل ما حصل وهالنتيجة بتكون ملك الرأي العام لا يقدر يحكم فيها هالشي صار لسبب كتير مهم البعض شباب البيعي بعمل مهم أنا أنا عم بحكي بحكي بها الموضوع لسبب بهم نكون واضح جدا ما عنا ولا مشكلة اطلاقا مع القضاء ككل القضاء منه لذلك نحن ليش تأجلت من تدخل للتأجيل كلها هيدا مواضيع برح تكون قيد البحث وبالآخر شو صار على المزبوط نطلع فيه للرأي العام وهيدا الشي برجع بكرر هيدا بيدعم معهد القضاء القضاء يلي هو من أهم المعاهد الموجودة ويلي خرج لنا من أفضل القضاء بس ليبقى هاك من أن نمنع التدخل والواسطات فيه والتدخل تبعنا هو اللي منع التدخل والواسطات فيه ليبقى ما هو عليه نصل على الموضوع الثاني يلي هو بيتعلق بالحكومة شهدنا بآخر 24 ساعة قبل كان البعض نصب حاله محل الرئيس المكلف آخر 24 ساعة شهدنا وسائل إعلام هي عم مكلف حالة عم بتوز عم ترفض عم بتطلع أحزاب من الحكومة عم بتفوت أحزاب أخوان بدأتول تبال القصة أولا القوات اللبنانية أكتر حدا حريص على أن يكون لدينا حكومة بسرعة وبالتالي القوات اللبنانية كانت وما زالت تواكب هالعملية بأفضل طريقة ممكنة ليكون لدينا حكومة اتنين كل واحد مراهن على خلاف بين القوات اللبنانية والرئيس المكلف عم قل له أنه رهانه في غير محله وأنه رح يتفاجأ بالأيام الجاية أنه مش بس العلاقة ممتازة الرئيس المكلف هو اللي عم بقدم عروض يرى أنه تناسب القوات لتكون فعلة بالحكومة القوات لا تسعى إلى خصص لا تسعى إلى حقائب معينة ومحددة لأنه كل تكة بيطلعوا لنا عملوا لنا مشكلة حول التربية طالع ما في مشكلة هلأ عم بيصيروا مشكلة حول وزارة تانية مثل العدل نحن بهالموضوع تنسيقنا مع الرئيس المكلف هو يعرض علينا نتناقش معه والأمور هي في صلب الأخذ والعطي هلأ وبعكس ما بيخمنوا الكل بدي تمنون ما في ولا ثغرة وما في ولا مشكل يطولوا بالهم على حالهم ويتولوا بالهم على الرأي العام لأنه الرأي العام سائمة من هال هيك كل تكة من دخله أجواء معينة الحكومة ماشية بالسياء الصحيح إنما الحكومة هلأ عم بيدير الرئيس المكلف بمسؤولية وهدوء يعني مش يجي كرمال يوم أو اثنين أو ثلاثة متما بيتمنى البعض يحرق المراحل ولا صمح الله ترجع تفوت الناس ببعض بالـ 24 ساعة ما ضخ بالأعلام ساعة وهون فيه تناقض مع فهمته ساعة كانوا يقولوا إنه القوات اللبنانية مدعومة من العالم بأجمعه تفرض شروطا بين تكة والتانية القوات اللبنانية عزلت بين تكة والتالتة إذا عم تفرض شروط عالمية وين راحوا هالقوة العالمية الاستكبارية بقصة التأليف الحكومي طولوا بالكم عن الناس وعلى حالكم لا القوة الاستكبارية عم تدخل الاستعمارية ولا الموضوع هون الموضوع إنه أي حكومة غير متوازنة وأي حكومة غير واقعية وأي حكومة لا تعكس التوازنات الموجودة بالبلد وضمن المكونات يكتب لها الفشل قبل ما تبلش الرئيس المكلف بيعرف هالموضوع فخامة الرئيس من كب من كم يوم إيجابا على مواكبة الموضوع خلوني يعملوا شغلهم خلينا نحن وياهم نعمل الواجبيت تبعنا ضمن هالتوازنات ونطمن اللبنانيين إنه نحن بالسياء المزبوط إنما لا يستعجلوا الأمور الحكومة بعد بد كم يوم لا تطلع إن شاء الله بيكون لدينا حكومة بتعكس فعالية العمل لأنه اللبنانية اليوم أول شي رح يتطلعوا فيه مين مش من مين أخذ شو أخذ رح يقولوا هل هالحكومة بتعكس الثقة الثقة يلي نحن بدنا إليها أو لا تعكس الثقة لأنه اليوم المعركة هي معركة لبرة ولجو ثقة ثقة بمحاربة الفساد الثقة بإنه تقدر تلعب دورها الثقة بإنه طاعت المواطن الأضايا المعيشية يلي هن هو بحاجة إلون هذه هي المعركة الحقيقية كلونا فيها وفليتطمن الحريص أكتر من الزوم القوات اللبنانية مواكبة هي في صلب الموضوع وعلاقاتها ممتازة مع الرئيس الحريب نحن بما يتعلق بوزارة العدل تلقينا عرضا من الرئيس المكلف ما رح زيد لأنه نحن مقررين ما نحكي ولا بالحقائب إنما بهالموضوع بالذات لما نفوض بالشرط والشروط وغير الشروط نحن تلقينا عرض بالموضوع من الرئيس المكلف فضل تفضل نحن نحن اليوم بنعرف إنه الوضع الدقيق يلي عم نمر فيه في ظل الوضع الدولي والإقليمي وكل هالوضع كل ما نحصن الحكومة كل ما نقدر بالداخل وبالخارج ما هيك نقدر نظهر من الوضع نحن فيه إذا حدا بيعتقد إنه عنده مصلحة القوات تكون برا يلي بيعتقد وهيدا أكيد مش الرئيس المكلف وما بيعتقد فخيمة الرئيس يلي متطلع على الوضع كله بيعرفوا إنه اليوم وجود القوات بالحكومة هو تحصين للحكومة من هالمنطلع بتصور الكل عم يتصرفه ويلي إذا حدا عنده غاية بذلك بيكون عم بيحط حاله بوجه المصلحة الوطنية الكاملة لأنه اليوم أي حكومة غير متوازنة أو أي حكومة ما فيها القوات بدوا يكون فيها إنا بكثورتها وبالتالي ما فيه مصلحة لحدهم فيها ويتمنوا بالهم إنه الأمور ماشي بغير هالمصار تفضل قلة البمو طلقينا عرضا منه الرئيس المكلف بالنسبة لوسائلة العدل هل يكفي هذا العرض أن يقدم الرئيس المكلف بيظل الكلام عن تمسك رئيس الجمهورية بوزارة العدل خليني أقول لك نحن كنا أيمين عطول لأيامي على أنه في رئيس مكلف وفي بعدين تفاهم بده يصير بين الرئيس مكلف وفخمت الرئيس لأنه بيوقع مع الرئيس المكلف المرسوم واضح عظيم نحن ما فينا نلعب ونحن أمنا أيامتنا وقت البعض جرب مثل ما عم يعملوا بعض التلفزيونيات يحطوا حاله محل الرئيس المكلف إذا نحن أيمين لأيامي على هالقصة من أن نحط حالنا محل الرئيس المكلف ونجي نقل له قدمت لنا هالعرض شو قصة هالعرض مع فلان أو عالتين نحن شغلتنا ومهمتنا أن نتعاطى مع الرئيس المكلف حضرته هو دولته هالقصة عنده أتمنى عليك بهالقصة أنه تسأله إله هلأ يمكن هو هلأ أو بعد ساعة يكون عم يعطينا عرض آخر نحن وهلأ ما زال الكلام ماشي ما توقف نحن وياه وراح يكف خلال 48 ساعة الجين مشينهاك عم لكم ما في حكومة متما سوئلت لا بعد ساعة ولا بعد ساعتين ولا طلعت مبارح بالله المفروضة خليني كف الرئيس المكلف القصة بين إيدي نحن كقوات لبنانية نتلقى العروض ندرسها ونجيب عليها نحن بهالما فضل طبعا إنه نحن بالآخر إذا ما عندنا أجوبة كيف ما ناخد موقف يعني مش بس على مواضيع متعددة في أجوبة بس الأجوبة نحن ناطرينها والأخذ والعطى عم بصير بجو غير الجو يلي نحكس يعني عم بصير بجو بناء لتطلع الحكومة مش بجو متوتر لي ينبسطوا أنه رئيس المكلف ما رح يعمل إلا حكومة تفاهم وطني حطوها برأسكم ونطلقوا منها لا أبدا بالعكس لحديثة تحدثت عن مشاقان مجهولان أول شي عم صوبت على بعض الإعلام مين عم مين عم تقصد بعض الإعلام ومن يرهل على خلاف ما يكونوا بين الرئيس المكلف أول شي كل واحد عم بيقول أنه في مشكل ما اليوم كتير كاتبين وحاكين أنه وقع المشكل وانحاذر الرئيس المكلف وما عاد يتحمل الضغوط القويتية كلها نحن وياه مش بس ما في ضغوط نحن وياه في تفاهم وتسهيل أول شي قيمة جيت حضرتك أول دخوله الشامعة طوله ما عدت مجال فتحة نعم فضل السيد سعد ما إلا ولا جنس العلاقة ولا ممكن يكون إلا أي علاقة وأنا بدي أذكر خلال سنوات متعددة كان وزير العدل استاذ إبراهيم نجار خلي حدا نقول أكتر مدة طالت فيها المحاكمات وقت كان الوزير نجار ووزير عدل يعني المثل موجود وبعده بالأذهان ما ما علي السيد سعد بدلكم أكتر لوات لبنانية بالحكومة بالمجلس وين ما كان معركتها الأساسية مع الفساد أنا ما بقدر كون عم بحكي عن القضاء يلي حكيته ما بقدر كون عم خصي جلسة برئاسة لجنة الإدارة والعدل لا أحكي عن تدخلات جرت بمعهد القضاء ومارس عكس ذلك يعني بعدين بدي لكم شغلة لبنان بلد كتير صغير كله بينعرف فيه ما فيه ولا تفصيل ما بيعرفون ناس بقى القوات لبنانية كل معركتها هي ضد الفساد ولتطبيق القانون ما رح تخسر هذه المعركة أو لا سمح الله تعمل ولا خطوة نقصة فيها لا إذا أنت بريحك لك المشكلة عنا إنما أنا لريح اللبنانيين هلأ نحن ما نميز بدنا نريحك إلك أو ما نريح اللبنانيين إذا بدي رايحك بيلك المشكلة عنا إذا بدي رايح اللبنانيين بقل لهم عم نشتغل نحن والرئيس المكلف وهو عم يشتغل على كل النقاط لأنه خليني أوضح لك شغلة قاوة الحقائب مع غير أفريقا يعني مش هالفريق لحاله وبالتالي هايدي شغلة مشتركة مع الكل لأنه أي تحريك لأي شغلة أو أي عرض بأي شغلة بدوا يترافق مع عروض مع الآخرين نحن بمصار تأليف حكومة قرب الاستحقاء إنما مش بالعجل البعض بدوا إياها لحتى يفوت أفريقا وداي هرون عم بتصير بتروي بعقل ما في مصلحة لحدا بإنه ما تكون حكومة وفاق وطنية عندها استحاقات داخلية عندها مشاكل مالية واقتصادية كتير خطرة عندها بدأت واجه كل الوضع المعيشة وعندها استحاقات خارجية هالشي بيطلب إنه الكل يكون مشارك وبيحس النية ويكون عم يبني بالحكومة مش عم بخرب يعطيكم ألف عافية وشكرا استمعنا لنائب جورج عدمان دكتور حايق بدي تعليقك وفي عدة ملاحظات أو استنتجات من كلامه في انتئاد غير معلن وتلميح انتئاد أكتر للوزير بسي لأنه ناس عب تنصب حالة محل الرئيس المكلف أو شي تفويل تطليع وسائل الإعلام ونحن بيحكي عنا عب بيحكي عنا وغيرنا وسائل الإعلام مكتوبة مبرئية لا خلاف بين القوات والحريري لكن علاقتها ممتازة مع الرئيس الحرير ما جاء بسيرت الرئيس عام تلققنا عرض من الرئيس المكلف بموضوع وزارة العدل هل يعني العرض اللي تلققه بوزارة عرض من الرئيس مش ضرور وزارة العدل بركي خلينا اسمع رأي هو أول شي جرى بيقول أنه مش الوزير بيسيل بيشكل الحكومة هو رئيس الحريري والوزير بيسيل بيقول ذات الشي ونحنا كلنا منقول ذات الشي أكيد مش الوزير بيشكل الحكومة الرئيس الحريري بشكل الحكومة بس في شغلة دايما دايما وهون أنا إذا في عندي نقطة انتقاد على كلامه هي بموضوع حصر موضوع تشكيل الحكومة برئيس مجلس الوزراء بالرئيس المكلف ما تنسى الحكومة بتصدر بامضاءين بامضاء رئيس الحكومة بأمضاء رئيس الجمهورية. وهان لعنة الطائف. لأنه من قبل كان كل عمر رئيس الجمهورية يسمي الحكومة. إذا كنت أشطت صلاحياته وخليت يكون رئيس الحكومة مكلف طبقا لاستشارات ملزمة. على الأقل خلي رئيس الجمهورية يكون عنده الكلمة الفصل بموضوع تشكيل الحكومة. لأنه ما فيك أنت تشكل حكومة من شخصين بشكلها. في شخص هو بشكل حكومة وهو بواقع. وهذا اللي يجعل طول هذه الفترة طويلة من شهاد تشكيل الحكومة. نحن كنا ننتظر من القوات اللبنينية أنه يحكوا كمان عن فخيمة رئيس الجمهورية بموضوع تشكيل الحكومة. ليس الوزير بسيل. يحكي عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ما حدا ينتقس من صلاحية رئيس الحكومة. ركز على العلاقة مع رئيس الحكومة. ونحن مبسوطين. نحن بدنا تكون علاقة جيدة مع رئيس الحكومة والعلاقة جيدة جدا مع رئيس الجمهورية. ما فيه إشكال بالموضوع. طيب. هيدا يعني شو؟ كلام بالنائب جورج عدوان. لا. كلام النائب جورج عدوان تقول أنه نحن علاقة مع الرئيس الحكومة مش مع الوزير بسيل والوزير بسيل ما قلو دخل بموضوع تشكيل الحكومة. وقصة وزارة العدن عم نحكي فيها مع رئيس الحكومة. محيطة طبيعي. ما شو كان عم يعمل لكين الوزير باري الوزير الحمرياشي مع الوزير بسيل. أنك ما تنسى أنه الوزير بسيل هو رئيس أكبر تكتل. أنا قصدى عم بحكي أكبر تكتل نيابي. لأنه في اتنين الأقوات عم بيحكوا. السيدزم الحمرياشي والسيدزجورج عدوان. صحيح. السيدزم الحمرياشي هو اللي عم بفاوض أستاذ جورج عدوان بما أنه نيب عم يحكي عم يعطي نتائج المفوضات وهو نيبه للدكتور سامير جعجع بس اللي عم يفاوض الموضوع الحكومة هو السيد ملحيم رياش الوزير رياش صحيح طيب بارح بيقول نحن حكينا بالإسطنطنية بالإسطنطنية اسمعته شباب صغيرة هل أنه حكته على الكشهاكة عن توفق مثل كمان شو عصده بالإسطنطنية بدحرير الإسطنطنية ولا بجنس الملائكة لا لا أنت تعرف كنا منعف حكينا بالستراتيجية المسيحية خليني أقول أنه بأهمية المصالح المسيحية وعدنا إسطنطنية عم بيقول وزير رياش أنه خلاصة هي أنه الإسطنطنية سقطت لأنه كانوا المسيحيين جو عملتهين بجنس الملائكة وكانوا عم بيتخانقوا بعضهم بشوالح الإسطنطنية الإسطنطنية سقطت لأنه في خوانة كان محمد الفاتح محصرة الإسطنطنية سقطت لأنه كان في خوانة ويلي عملون المدفعية ما كان تركيا اللي عملون المدفعية كان من بلغاريا ولا من ربانيا هو مسيحيين كانوا عابلته بجنس الملائكة وسقطت إسطنطنية ورحت تعليون هلأ إحنا ملتهيين مع بعضنا ورح نسقط كمسيحيين كذا مشاكل كلام أنه كان بده توضيح حكتا بس المغزى منيح طيب بس أنه شو جاب الإسطنطنية على الحكومة لا بده يقول أنه ما هي كلام الوزير الرياشي يتماهى مع كلام الوزير الأستاذ النائب عدوان أنه نحن نتعاق ويديسكس موضوع تشكيل الحكومة مع الرئيس المكلف مش مع الوزير بسير زيارته للوزير بسير كان لتثبيت التوافق المسيحي ولتثبيت عدم العودة إلى الوراء وهذا نحن كلنا ندعي لأنه أنا أول واحد يدعي لأنه أمنع الخلافات المسيحية هو عم بقولك أنا عم بقولك أكيد حكي عن الحكومة أنا ما عندي معلومات أكيد جلسة بين الوزير الرياشي والوزير بسير كان حكي عن الحكومة بس أنا عم بتقبع عم بقولك شو هو أصدر والله أنا معك على رأس وعين إذا رئيس المكلف وأكيد رئيس المكلف سعد الحرير هو لك وهو وعلاقته ممتازة مع القوات اللبنانية واللي عم بقوله هاك أنا عم بلحق للسيد جورج عدواني اللي عم بقوله وهو بيكلف حكومة ليش عم بيروح الوزير رياشي عند وزير جبران بسير جوابنا بس على السؤال ما زاله هو شو عم بيعمل عنده كين لكين مش تايقلوا أنه بدنا نتفق أن إحنا وإيكنا نقدر ناخد هاي دي طيب لكن مش بس الرئيس المكلف أنه أنا فكرتك صدقت يعني لكن مش بس الرئيس المكلف أكيد مش بس الرئيس المكلف في رئيس الجمهورية وفي رئيس أكتر تكتل أكبر تكتل كيف هالحكة ما كل الحكومة مربوطة ببعضه وتشكيل الحكومة مربوطة ببعضه حبذا لو كان في شخص واحد بيشكل الحكومة هو منقية مثل ما بده حبذا لو كان هاك بس هو مش حكومة فيه شغلة أقلق السيد جورج عبد وين فيه منطق وفيه موضوعية وله الأمان لازم كمان نورد له إياها لأنه كيف بتقوله قبل أنه القوات اللبنانية مدعومة من كل العالم هلأ عم تقوله القوات اللبنانية تخلى عنها حلفاءة وصارت معزولة ومحاصرة ما فيها وجهة نظر؟ فيها وجهة نظر بس هو الكلام اللي عم بيحكى هو أنه القوات اللبنانية كانت مدعومة بالأخص من العربية السعودية وبعد المشكلة اللي صار مع الخشقجة التهت العربية السعودية بمشكلة الداخلية وبالمشكلة الكبيرة اللي صار عندها مع العالم من وراء اختفاء الخشقجة بقلب الإنصلية وبالتالي غضت الطرف عن لبنان وحلفاء بلبنان الأساسيين اللي هن القوات اللبنانية يمكن أكثر من تهيار المستقبل ضعف موقفهم هيدا كلام الصحف هيدا كلام الصحف بس أنه ما أحترامي لا كلام الصحف تنيع أنا بدي بسمع وجهة نظرك بس صراحة السعودية بتشتغل على القطع مساء أنه تجي قصة بتلتهي عن التاني ولا فيه ساعة تجي فيه فرق عمل وفيه اجيت قصة الخشقج شو دخل لبنان هيدا لا ما بعرف هيدا ما بعرف خلينا قوم مش لا أكيد في عندها فريق عم بيتابع إلى حد ما بس بيضعف موقفها بالعالم بتضعف إدرتها على التأثير هون وحتى إذا ما ضعفت إدرتها على التأثير بيكون الرسالة لحظة يلي مربوط لحظة يلي مربوط سياسيا الفريق بلبنان يلي مربوط سياسيا بالولي العهد محمد بن سلمان لمن بيشوف أنه وضع ولي العهد محمد بن سلمان بطل منيح بالعربية السعودية وعلاقته مع دول العالم بغري بتقشط المطالب وهي دي بورسا هيك بس هلأ رأسي بس أنه أنا بستكى حتى إلحق بهذا الموضوع أنه دونالد ترامب نقل موقفه شيء ثلاث أربع مرات فرد نهار من السعودية وهلأ صار آخر شيء بعد شوية رح يطلع أنه الخشيق جاءت الحاله وفيت شقف حاله بالقلب الأنصلية وما ألا خاصة هيدا ترامب بعد شوية رح يقول هيك ترامب بيقول البدنية ترامب رئيس أكبر دولي بالعالم طب عظيم أنا أزل أن السعودية مش ضعيفة بيرجع أنا ولا مرأة السعودية ضعيفة أنا عم قل لك الرسالة أنا عم قل لك حلفاء ولي العهد بيقدروا يتلقفوا رسالة ويتصرفوا أنا ولا مرأة أتأثنوا السعودية ضعيفة إسرائيلية بيطعب بقولوا لإلاف أو التمبارح موقع إلاف يلي كثير عندهم مواطيين بقول نحن بالرواية الخشقجي لا نسك بتركيا نسك بسعودية مصدر أمني إسرائيلي بيقول لإلاف نشوف تقول السعودية نحن معا طيب عظيم حتى تركيا لا يانيت موقفة كل العالم أنت مش ملاحظ أن الأوروبية سكتين ما حنا عم بيفتحتهم من الأوروبية كل العالم سكتين طيب خلاص عم براح الزلمة وطلع آخر شي 15 واحد بيفوتوا على السفارة عناصر مارقة 15 واحد بيفوتوا بسكاكين والفرعات والسواطير بيمروا على نقاط التفتيش وبيطلعوا عناصر مارقة وبيشقفوا للزلبي بيرجعوا وبيطلعوا أنا عم بقول بالتفسير الرواي هيك رح يطلع آخر شي بكرة أنه عناصر غير مرضابطة تتذكر باللبنان كل ما تعلق حرب لللبنان يصير في هدنة يطلع واحد أو يسنو أنه عناصر غير مرضابطة يكون مطلوب منهم أن يعملوا هاي على المهم طيب بدي أرجع أنا على لبنان أنه أنت عم تربط قصة ضعف القوات اللبنانية بتراجع الموقف السعودية أنا ما عم بربط أنا عم بقلك أنه شو حكية الصحف اليوم وهو عم برد على الصحف يلي حكيت هاك والصحف عم تحكي هاك بناء على تقويمها لوضع العربية السعودية ولحولفاء يلي هن القوات اللبنانية هون أنا بموضوع الخشقجة بالصراحة ما عندي رأي ولا أنا يصطف له شو بدي لك أنه الخشقجة كان إخوانجة أكيد أنا مع الحق ومع حقوق الإنسان بكل بلدان العالم بس أنا ما بسمح لنفسي أعطي رأيي بالموضوع بالصراحة يصطف له لا ما أنا يعني أصلا باليمن في مئة وأنا بين الخشقجة بين الخشقجة والعربية السعودية بناء العربية السعودية بسوريا ميت مليون واحد وبالعراق ميت مليون باليمن عم بيموت عشرات وبلبنان وباللبنان وبفلسطين كل يوم الإسرائيلية بقتلوا بالفلسطيني وهذا ما حدا تحرك قيمت لأيامي على هذا طالع أنه في مئة مليار دولار هلأ أنه يمرؤون الأمريكيين مع السعودية بالأسلحة شو بقول ترامب لأنتو عاقب نفسها الأمريكا باتخاذ أيامه صحيح 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 مصد الرسالة طيب خليني نكمل أنا وياك لك أن أنت بتعتبر هلأ قصة الخشقجي عم نحكي بالسياسة فهذا طول الرئيس الحريري رياحته بالضغوطات الحكومية أنه قصدي رياحته صار صار بيقدر هيك ربا ضرت النافعة أنا بقول أنا بقول كان فيه حلحلة بالموضوع وكل الناس بدأت تمشي الحكومة وبالنتيجة الفريقي اللي كان عم بيضخم مطالبه شايف أنه ما رح يقدر بقى يضخم مطالبه أنه فيه انضاء في فخيمة رئيس الجمهورية فأيضا رئيس الجمهورية حاطة معيير مش الوزير بيصير حاطة معيير رئيس الجمهورية حاطة معيير لأنه مضطر هو هو اللي أقسم على التسطور مضطر يدبع معيير معينة بتشكيل الحكومة ويقول بتصير التشكيل حسب أهواء رئيس الحكومة رئيس الجمهورية وهذا مش مقبول والهدف من إقامة قانون انتخابات نسبة هو إعطاء كل صحب حقه. والحكومة تنسحب على مجلس النواب. والعكس هو الصحيح. تؤمن أنه لقاء الرياشي بسيل أعد روح للمصالحة المسيحية؟ أو لقاء الضرورة هذا؟ كان لابد منه لأن الوضع معه. أنا مع التوافق المسيحي. وكل شيء يفيد التوافق المسيحي أنا معه. ولقاء الوزير بسيل والوزير الرياشي حتى لو ما كان رجع الأمور إلى أيام الماضي القريبة. وإلى مسارها الطبيعية. أكيد ساهم ولو بفلس الأرملة بتحسين وضع الشارع المسيحي. وأنا معه. كيف ما كان وشو ما كان. لو تلاقوا. لو حكوا عن القسطنطينية ولو حكوا عن جنس المنائكة. أنا مع هاللقاءات. لأن كل هاللقاءات بتريح الشارع. وبتحسن الوضع بتحسن الوضع التشنجي اللي موجود عند الشارع المسيحي. وبين كل اللبنانيين. أنت بتعتبر اللقاء واحده بك فيه؟ لا أكيد أكيد. شو المشكلة الحقيقية؟ المشكلة الحقيقية. خلينا نوضحها. أما دائما بتصير نوع من رواء بترجع بتفقع. رواء بترجع بتفقع. هلأ الرواء والفقعة رحلنا. هيدا الوضع غير السليم. إذا أنت كنت ضمن ضمن مجموعة ناجحة. وأنت لك تاريخك ولك موقعك ولك نضالك. وهي دي شغلي مفروغ منه. إذا كنت أنت هلأ ضمن مجموعة. يا شايدة شو بتسمون أنتو هولي برينستورمينج. سميها البدكي. عصف فكري. عصف. نطلب وضع استراتيجي واضحة وعملية ومباشرة لمعالجة هذه الأزمات والتراكمات والاحتقانات والخلافات بالشارع المسيحي. شو بتقترحني؟ أنا بقترح أنه إن عمل لجنة تكون بين الفريق القوات اللبنانية وفريق الطيار الوطني الحر ينحط شخصين ولا ثلاثة بكل لجنة. والشخصين ولا ثلاثة محترمين من الفريقين. وشخصين ولا ثلاثة ما عندهم عدوات بين الفريقين. يكونوا من الطيار ما عندهم مشكلة مع القوات اللبنانية والعكس هو الصحيح. وهذه اللجنة هي تكون مخولة ببت الخلافات. أول شغلة نحن اختلفنا عليها هي موضوع الأحجام. الحقيقة هي أنه صار في نتائج انتخابات نيابية. نحن حجمنا الشعب وحجمنا النيابة أكبر من حجم القوات اللبنانية. وبالتالي حقوقنا بموضوع تشكيل الحكومة لازم تكون أكبر من حقوق القوات اللبنانية. هذه هي نقطة على استطرهون في رؤومة. القوات عم بقولوا نحن عملنا اتفاق معكم. شو مكات نتائج انتخابات ففتي ففتي. وهذه شغلة بتضرب المسيحيين الآخرين احتجروا صحيح. بس رحلك شغلة. هذه الاتفاق اللي نعمل بين الطيار والقوات اللبنانية ما فيه بند واحد فيه بند دعم العهد فيه بند عدم اطلاق النار على الفريق الآخر فيه بند تشاركية بالقرارات الكبرى وهذا الشي ما حصل. ولذلك ما فيه القوات اللبنانية مع كل رأيه ومحبته وتوقي للتوافق المسيحي ما فيه القوات اللبنانية تنقى بس خيار اقتصام الوزرات. لا لازم يكون خيار على الآخر نحن نتمنى ان نكون فريق واحد وكتلة وحدة مثل حزب الله وحركة امل انا حلم ان يصيرها ويكون فيه تقاسم للوزرات بس خلينا نرجع نعيش هالروحية اللي كانت موجودة قبل وانا برأيي بتعيش الروحية مثل ما كانت موجودة قبل بعد تشكيل هالحكومة بس تشير تشكيل هالحكومة ونرجع فريق الطيار والقوات اللبنية يقرروا ان انه بد يكونوا ايد وحدة لما فيه خير لبنان ساعتها وليس قبل ذلك نقدر نرجع نقول اتفاق معراب هو رجع عيش من جديد والتوافق المسيحي صار بأوجه مثل ما صار وقت انتخاب فخيمة الرئيس مثل ما صار بالسبعينات على ايام الجبهة اللبنانية نحن بدنا انه يكون هايك لانه هايدا انعشنا واذا ما كان ما صار هايك بده يصير فيه ضرر يعني هالحالة اللي احنا موجودين فيها هي تؤدي الى اضرار ان كان على القوات او على تيار الوطن الحر او على الشارع المسيحي او على لبنان كله اذا بنعمل بلان سريع حصيلة نهائية حزب الله وامل وزراء موجودين رئيس الحريري خلص واضحة سنة تماني ادار او سنة المش محسوبين على لايدا مش موجودين بالتركيب الحكومي جديد في وزير محسوب على الرئيس فخمت الرئيس عون ومقابل ووزير مسيحي غطاس خوري بده يكون بالتشكيل الحكومية عظيم الوزير جملات حقق البدوية ما اخذ ثلاث وزراء دروز لقلو بس ما عطال نائب طلال رسان ما عطل لقلو مش حيكون نائب طلال رسان في بعض بيعتبر هذي التيار الوطني لا بالعكس نحن كل هدفنا كان انه الوزير وليد جملات ما يستأثر بالتمثيل الدروزي لانه هو ما بيمثل كل الدروز وعدم حصوله على ثلاث وزراء هو لا بيعني انه هو بها الحكومة ما بيمثل كل الدروز هلأ الاحجام هو حجمه كتير كبير وهو حجمه الأكترية الدرزية نحن ما عم نقول لا وما حدا عم يقول لا بس مش كل الدروز وهالوزير الذي سوف يختاره فخامة رئيس الجمهورية اللي رح يكون توافقي بين الأمير طرال رسلان وبين الوزير وليد جملات هو رح يكون تابع له اتنين وبالتالي له حصة كبيرة فيه رح يكون الوزير طلال رسلان اللي مجيد إرسلان اللي دايما كانت على سن الرمح مع لبنان ودعما للشرعية اللبنانية ووقوفا إلى جانب اللبنانيين والابتعاد كل الابتعاد عن الارتباط بالخارج وعن محاولة استجلاب الخارج واستجرار دعم الخارج من شان محاربة لبنان بس خلينا كميل نقطة كميل نقطة يعني أنت برأيك أول شي لم يتم التخلي عن الوزير طلال مع أنه كان فيه إصرار على توزيره يا دكتور لا كان فيه إزراء إصرار لا كان فيه إصرار على عدم توزير ثلاث وزراء للحزب التقدم يعني استخدم بعيد الشق أعوذ بالله أكيد هو يعني أنت برأيك الأمير طرال حبيبي دكتور حبيبي دكتور حبيبي دكتور اكمل يا حبيبي الوزير يعني أنت بعرف نيتك الطيبي وكل عالم بتاعي شو عم نحكي بس يلي بيسمع كلامك بس يلي بيسمع كلامك بيستنتيش أنه تم استخدام المير طلال إرسلين كطعم أو كمصيدي أو كمكيدي لنائب وليد جمبلات أو حطه بوجه أبدا 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 عدم استئسار الوليد جمبلات بالمقاعد الدرزية بالحكومة هي تأكيد على وجود الأمير طلال إرسلين وتأكيده عن حقيته باختيار الوزير ولا أجا حدا من قبله مين عطوا التانية الأسامي بنائب منهم فخيمة الرئيس مين بيقول لك مين رح ينائب فخيمة الرئيس طيب بس لا هذا ما عطى وزير ما عنده ثلاث وزراء اشتراكية ليش همفوض بالموضوع بس عنده وزير مسيح لا ما عنده وزير مسيح رح يأخذ عم بقول وزير مسيح عنده وزيران كل الكلام اللي عم بينحك لأ هذا ما بدي سد يا أستاذ جورج عنده وزيران درزيان اشتراكيا والوزير يعني ما في وزير مسيح اللي قاله والوزير ولي عم ينحك عن نعم بيحكي شو ما كان بس خلني أكمل وجهة النازل اللي عم بتقول أنه الحزب الله والمستقبل والتيار الوطني الحر كل التركيبات كل القوى الكبيرة أخذت اللي بدي بقيت القوات لوحدة بين الإحراج والإخراج المفاوضة مثل ما بقول حبيب قلبي الأستاذ كبير الصحافي الكبير شو عشوتي القوات تفاوض على حفة الهاوية هذا مش دليل على العكس مثل معبول أستاذ جورج عدوان مش دليل على أنه كلهم رتبوا وضعهم وصاروا آخر شي حتى الحريري اللي بيقول عنه الصديق والحليف وكذا حتى وليد جنبلات يا سيدي وليد جنبلات أستاذ وليد جنبلات انتقل من شهر من العهد الفاشل لمبارح الأمور في عهدة فخامة الرئيس أول مرة طلع بعبدة بأثناء تشكيل الحقومي صار طالع مرتين أول مرة طلع أعلن المناكفة والمشاكسة والمشكل والعهد الفاشل وأكد أنه نحن هيدا عهد فاشل تاني مرة طلع أعلن الأمور في عدة فخامة الرئيس وهو بيحل الأمور ونحن بدنا تسوي والتسوي هي أساس كرشيد والحوار وعي أنه ما رح يقدر يعمل مثل ما بده عظيم هيدا يعني القوات صارت عم بتقاتل عن حالة وعم بتشوف شو كيف تعمل تحت هذا هكذا نحن نفوت ونطلع بتفاصيل صغيرة القوات رح يطلع لأربع وزراء وفي مشكلة كمان على حقيبة الأشغال لتيار المردة كمان يعني ما فينا نفوت بالواحد وبالنص المردة المردة شو المردة المردة بده ناخده الأشغال يا سيدي كل الكلام أنه المردة للأشغال خلينا أقولها أنا عم بقولها هذه عم مسؤوليتي لأني ما عم بلزم حدا لكن خليني أقول أنه سمعت من أحد الأشخاص المحترمين هو محترم جدا وصادق ولا مرة أنه سليمان فرنجي سليمان باك حبيب قلبنا سليمان باك بيطل ورح نقولها أنه الزلمي كان مرشح لرئاسة الشمهورية ووصل كان على نجزة مثلا وصلت اللقم لاتم لن نقبل بأقل من أعطاءه وزارة مثل هالوزارة وزارة الأشغال بتضل لألو طيلة هذا العهد هلأ هذا الإنسان صادق لكن ما بعرف إذا بتزبط معه هيك قصدي أنه بقى أنت برأيك هذا نعم كمان أنا برجع باللك أشغال مرتبطة بي التعويض عن سليمان باك بس على نفسه ما في شي بعوضه هلأ عم نحكي نحن بمحبة بدون أي خلفية وبيعرف حبتنا واحترامنا لألو بس عم نقول أنه العملية كلها سوى أنه لا يخيطون المرض على جنب تركولون هذي الوزارة جاوبني ما بعرف ما بعرف ما عندي معلومات ما بعرف ما فيني يفوت بإجادة إذا يعطوه المرض أو ما بدون يعطوه طيب طيب والعدل لأي كل المشكل على العدل صار لأي كل المشكل على عوزات العدل أستي جورج كل اللي عم نسمع وهو حكي جرائل المفاوضين ما عم بيحكوا كتير عن موضوع تشكيل الحكومة وبالتالي أنا من ما عندي المعلومات الكافية رغم يمكن قرب من مراكز القرار ما عندي المعلومات الكافية من شأن أعطي رأيي إذا القوات تأخذ العدل وبيخدوا هذي منه ولا بيرجعوا له هذي أنا برأيي الحكومة رح تتشكل بعد 3-4 أيام بعد 3-4 أيام منشوف مش هون القصة القصة هي شو رح يكون إداء هالوزراء كلهم بعد ما تطلع الحكومة الحكومة من هلأ لأسبوع إذا الله راد سوف تبصر النور وسوف تكون نحن مثل ما قال فخامة الرئيس حكومة العهد الأولى وحكومة العهد الأولى والأخيرة يمكن لأنه هذي الحكومة رح تبقى كل العهد طبع فخامة الرئيس وبالتالي منتظر من كل الوزراء أنه يكونوا إيد وحدة من شان تلبنان ما يخسر نحن بوضع اقتصادي مزري وهالوضع الاقتصادي المزري يجب أن ننهض فيه حصوص لبنان بتعرف أنه إذا اتفقوا اللبنانيين مع بعضهم وحطوا أيضهم مع بعضهم فيه إمكانية كتير كتير كبيرة لبل مؤكدة أنه اللبنان يرجع ينهض ويرجع له عفيته وهلأ عندنا البترول بده يطلع بالبحر وبالبر هيدا بيقيم لبنان هلأ الوزراء لازم يعرفوا يلي فيت على هالحكومة مش فيت ضد حدا فيت كل واحد أخذ حصته بياخد حصته وبيجي بيشتغل مع رفيقه وزميله بالحكومة من هنا الدعوة لأن يكون خرار الوزراء هو خيار صائب لما فيه مصدق يعني يكون الوزير صاحب مصدقية كبيرة صاحب تاريخ بعدم الفساد إذا كان ما قدر تاريخه يسمح له يكافح الفساد يكون هو شخص ناصح ولامع وهيد الحكومة هي اللي رح تكتب تاريخ فخامة الرئيس ميشيل عون يعني هذه الحكومة هي رح تكتب أنه بعهد فخامة الرئيس ميشيل عون تم تشكيلها الحكومة ونهضت بلبنان لذلك مطلوب من دولة الرئيس الحريري يساهم بهذا الموضوع وفخامة الرئيس نحن عندنا ملء الثقة في أنه خياراته رح تكون صائبة مية بالمية من شاء الله يكون على رأس الوزرات الأشخاص الأكفاء يلي بدون يريحون من أثار هالحرب وبدون يريحون من أثار هالجوار اللعين اللي نحن موجودين فيه في لبنان دكتور حي بهذه الحكومة هلأ في ناس كتير انضاف ومحترمين بس ما أدروا عملوا شي هلأ العلاقة النزاهة الشخصية والملف الشخصي للشخص ها أول شار في كتير انضاف ما أدروا اليد الواحدة والكفاءة الشخصية أكيد في أشخاص كنوفيشلين تاني شي تاني شي خليني اسمع أنا بس أنويك نتذكر اللواء جميل السيد بيطلع بقول نلاحظ مع زميننا رواض دهش بيطلع بقول كل محبتنا واحترامنا وتقديرنا لفخامة الرئيس لكن أنا هو متشائم ولا رأي أمكانية للنهوض بهالبلد وما رح يتحق شي لاش برأيك ما هو حق أو لاش برأيك غلطان اللواء السيد تقل لك اللواء السيد عنده تاريخ تاريخ أليم مع عدة فرقاء من يلي بيشكله الحكومة وما أنه هالتاريخ الأليم بيقول في مثل بيقول إن لم تعرف ما في الزمان الآتي فقص على ما مضى من الأوقات يعني هو برأيه إنه هالجهاز مثلا يلي اسمه طيار المستقبل هيدا جهاز ما بيسوى وهيدا الجهاز ما رح يقدر يقلع بلبنان وهيدا الجهاز ما عم بيعطي ناس أكفاء لأنه تاريخه هاك هيدا اللواء جميل السيد ورأيه ذات الشي على الواء اللبنانية كمان ورأيه ذات الشي على الواء اللبنانية ورأيه ذات الشي كمان مش ذات الشي يمكن عنده ملاحظات على الرئيس بري كمان وعلى حركة أمل وعلى كل الناس وبالتالي نحن بدنا أنه هالفرقائي اللواء جميل السيد يبارا أنه والله هو اللي بيحكي عنهم دي يبارا أنه مش هك يطلعهم غلط نحن دايما دايما عم نقول أنه ما فيك تنهض بلبنان وهيدا بيّن التاريخ كله هس كلامي اللي كان يقوله لا غالب ولا مغلوب الله يرحمه الرئيس صائب بك سلام هيدا كلام كتير مهم تعلمنا كلنا بتاريخنا استيجار أنه ما حدا فيه يغلو بالتاني الطريقة الوحيدة هي أنه نحن نعرف أنه كلنا موجودين بمركب واحد ما فيك تكسر له مالته إذا كسرت له مالته بيغرق المركب وبتموت أنت فيه بس يفهم كل فريق هالشي ينهض بلبنان ونحن متأملين أنه ينهض بلبنان كلامنا مع الرئيس الحريري عم نعرف منه أنه هو بده ينهض بلبنان أنه هو بده أنه الحكومة اللبنانية تنجح طيب ينجح هو كمان إن شاء الله طيب رح نأخذ بلايك دكتور حيك نجع بعدها متابيع حوار اليوم أهلا بكم مجددا في حوار اليوم وأهلا بالدكتور ناجي حيك عضو المجلس السياسي في الطيارة الوطنية الحر مشاهدين الكرام ننتقل مباشرة لأصر بعبدة مع زميلي نانسي صعب توفينا بإخل الأجواء من أصر بعبدة نانسي أعطيك العافي علي عافيك جورج اليوم فخامة الرئيس قناة المستقبل تلفزيون المستقبل بينقل عن فخامة الرئيس أن الحكومة قاب قوسين أو أدنى من تشكيل هلأ باليومين هذا بحب اسمع كلامك وما سمعته في أصر بعبدة حول هذا الكلام جورج رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم ربما اختصر بهذه الجملة القصيرة كل مشاورات التأليف عندما يتحدث الرئيس عون يشارك رئيس الحكومة بعملية تأليف الحكومة ويقول أن الحكومة تتقاب قوسين أو أدنى من التشكيل فهذا معناه أن كل كلام آخر عن أن لا حكومة أو غيره يعني يعد في غير مكانه أو خارج السياق العام لإطار الاتصالات والمشاورات يلي عم تحصل طبعا لا تزال الاتصالات مستمرة منما هو يعني إعلامي ومنما هو بعيد عن الإعلام وطبعا لا تزال هناك بعض المسائل اللي تحتاج إلى تزليل أخير لعقبات صغيرة ربما ولكن ما فينا نقول إلا أنه نحن صرنا بالساعات الأخيرة ربما اليومين الأخيرين على أبعد تقدير لولادة الحكومة البعض طرح مسألة أن يكون أو يتم الإعلان عنه يوم السبت المقبل ولكن كل أمر وارد إذا كان هناك تفاوض قد انتهى بشكل نهائي مع كل الأطراف فهذا لا يمنع من إعلان الحكومة بأي وقت فور عودة رئيس مجلس النواب نبيه بره اللي حسب معلوماتنا يفترض أن يصل إلى بيروت بعد ظهر هذا اليوم ولا شيء يمنع إذا كانت المفاوضات انتهت بالساعات المقبلة أن يتوجه رئيس مجلس النواب مباشرة إلى القصر الجمهوري إذا كان كل شيء جاهز جورج لابد من الإشارة بالأمس كنا تحدثنا أنه لعل أبرز اللقاءات يلي عم تحصل هي اللقاءات البعيدة عن الأعلام وهذه اللقاءات أحدها طبعا بيت معروف أنه عقد بيئة القصر الجمهوري بالأمس لابد من الإشارة إلى أنه التركيز يلي عم يحصل ليس فقط على مسألة توزيع الحقائب وأسقاط الأسماء على هذه الحقائب والحصص اللي سيحصل عليها الأطراف السياسيين لكن الأبرز وما يتم التشديد عليه على أن هذه الحكومة يجب أن تكون منتجة وفاعلة وأن لا يتم تعطيلها من الداخل كلنا شفنا بالحقب الماضي ما حصل عملية التعطيل من داخل مجلس الوزراء ملفات كانت عم تؤجل من مرة إلى مرة وحتى أشهر متعددة فهذا الأمر على ما يبدو هناك جهد كبير وحفيث لعدم الدخول في مرة جديدة من أجل أن تكون حكومة العهد الأولى كما يسميها الرئيس عون منتجة وفاعلة بمسألة الاتصالات الأخيرة جورج طبعا لا يزال الأمور عندما توقفت على ما توقفت عليه مساء أمس يعني بالنسبة إلى وزارة العدل بعيدا عن ما يتم تداوله وبعيدا عن ما يحكي عن مسألة تمسك القوات بالعدل وأنها صارت لقلون يعني من ضمن الحصة ليسا يحصلون عليها حتى الساعة لم يتبدل أي شيء من المعطى اللي كان موجود بالأمس الاتصالات والمفاوضات لا تزال تتراوح على ثلاث حقائب هي الأشغال العدل والعمل ولكن لحد الساعة مثل ما كنا ذكرنا قبل شوي المعطى لم يتبدل ما يعني أنه العدل لا تزلحة الساعة من حصة رئيس الجمهورية والأشغال هناك إصرار على أن يتوليها تيار المرضى يعني ويعود ربما ما بعرف إذا الوزير في نينوس أو غيره من الوزراء ولكن الإصرار على أن يتولى المرضى حصة الأشغال من بعد ما كانت حسمة الحصة بشكل نهائي لحزب الله الصحة عفوا بشكل نهائي لحزب الله وبالتالي ربما هامش المقاربة لا يزال بعيد ولكن الذي لابد من التشديد عليه أنه مصادر القوات لفتت إلى أن متمسكة بالمشاركة بالحكومة بعيدا طبعا عما حكي عن إمكانية أن تبقى خارج هذه الحكومة والرسالة التي حملها الوزير ملح مرياشة بالأمس إلى رئيس الحكومة المكلف مصادر القوات أكدت للأو تيفي أنه متمسكة بالمشاركة بالحكومة والمفاوضات مستمرة وإن كانت متكتمة عن مسار هذه المفاوضات والعرض التي تم تقديمه لألامة العلم وفق معلومات الأو تيفي إلى أنه بالأمس الوزير ملحم الرياشة كان طلب بشكل رسمي من الوزير جبران باسيل أن تحصل القوات على منصب نائب رئيس الحكومة وهذا الأمر طبعا تركوا الوزير باسيل بعهدة الرئيس عون كون هذا المنصب القرار فيه يعود إلى رئيس الجمهورية أما مسألة الحقائب الأخرى فطبعا هي متروكة للرئيس المكلف جورج هذه هي الأجواء لحد الساعة أي جديد وفور وروده طبعا سوف يكون فيه بشكل سريع جورج شكرا لك نانسي بس كمان أنا وياك صدر عن مكتب العلامي لرئيس حزب القوات لبنانية سمير جعجع أنه ترقبوا موقف لدكتور جعجع عبر إزاية لبنان الحر هلأ ساعة 12 ونص هلأ صدر قبل شوي تعقبا كمان على الكلام اللي حضرتك عم تتفضلي فيه عن موضوع تشكيل حكومة موقف القوات صحيح مفترض أن يحدد ربما هذا الموقف المسار النهائي اللي رح تاخده الأمور جورج قبل ما اختم لابد من الإشارة إلى أمر أيضا الأحزاب الأرمانية تعقد بعد قليل اجتماعا لألا بمقار المطرنية ببرج حمود لإصدار موقف موحد من مسألة التمثيل الأرمني اللي أيضا لا تزال مسار تفاوض واتصالات من بعد التفاهم اللي أبدي كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف للأحزاب الأرمانية وطبعا الأطراف اللي تواصلوا معهما تحديدا حزب التشناك وكاثوريكوس الأرمن هناك تفاهم لهذا المطلب وطبعا الموقف الأرمني لا يزل مصر على تمثيل الأرمن بوزيرين أرمنيين أرتوديكسيين أما إذا كان هناك من يريد أن يمثل الأقليات فأكدت مصادر التشناك أن عليها أن يمثلهم من حصته مع احترامهم الكامل لحق الأقليات بأن يكونوا ممثلين بالحكومة ولكن هذا الأمر إما يحصل بحكومة من 32 وزير تضمن تمثيل الأقليات مسيحيا وعلويا أو يكون من حصة من يرغب بتوزير الأقليات بحكومة ثلاثينية جورج شكرا لك يا زميل لنا ستسعى بنقص الجمهوري في بعضها عندك تعليق ما عندك تعليق ناطرين تطلع الحكومة هذا معروف أنه فيه أخده رد على هاته ثلاث وزارات ولا على غيرها ومنصب نائب رئيس الحكومة يحل خارج الشريعة والحديث الإعلامي مش نحن نقرر فيه طيب أنا بدي أسألك سؤال هنا بالوضع المسيحي فينا نحكي فيه طناقص كبير في عدد موظفين مسيحيين تقاعد أو استقالة خلل في التوازن وظيفي ضرورة الإعلان عن الأرقام مقلقة والمخيفة فيما يخص توزيع الطائف في إدرات الدولة واستبدال الأفضل استبدال كلمة المناسفة بالمناقصة بالمناقصة يعني مناقصة تناقص عدد المسيحيين هذا الكلام اللي بيحكي عنه كل الوقت وولا مرة وقف تحكي عنه أنه لازم تكون المناصفة والستة ستة مكرر بكل فئة وظائف الدولة اللبنانية مش بالفئة الأولى بس بالفئة الأولى بس وبترجع بتعمل مباريات خدمة مدنية نحنا منشك بنزاهتها ومنشك وما يعجبنا تركيباتها وبتجي بعدين بعد هيدا كله بتعمل هالوحدة وبيجوا المسيحيين بالآخر يا أما ما بيتقدموا يا أما بيتقدموا وما بينجحوا بالفحوصات ونحنا بنعرف أنه المسيحيين لأن يسمحوا لنا العالم كله هن أشخاص كفوقين وأصحاب قدرة على النجاح بالامتحانات إن كانت للخدم المدني ولا لغير الخدم المدني وغيره كفوق طيب بس ما في يكون أنه بيرجح خمسة بالمئة مسيحيين في شغلة في ألعاب تانية كمان تعمل ما تنسى بموضوع المياومين بتجيب لك مياومين بتفوت ألف مياوم تسعين بالمئة من فئة واحدة وبعدين بعد ستلات أربع سنين بتعملهم بتقول بدي أعملهم مباريات محصورة شو ولأنه بما أنه في من تسعين بالمئة بيطلعوا أكتريتهم هايك هايدي اللعبة وبيجوا ومقاوم هاو دي يلي مشغلين هالمياومين مفوتينهم بدون شغل هايدي هايك على الفاتورة يلا بيفوت متل ما بده كل وزير بيجي بايد متل ما بده وشو بيطلع بتطلع حصة المسيحيين مهدورة ونحن بعدنا عم نتوارث هلأ فترة الاحتلال الطويلة يلي امتدت من التسعين للألفين وخمسة يلي ضرب فيه الوجود المسيحي بشكل كتير قوي طلع على وزارة التربية انت بتعرف أنه فيه تعاقد بوزارة التربية ما فيه أساجزة بوزارة التربية يكونوا مسيحيين يتعاقدون معهم تسعين بالمئة من المتعاقدين كان عندي الرقم ماني حافظوا براسة هني من غير المسيحيين لذلك لازم يتقدم بمشروع إنون إعادة المناصفة لكل فئة الدولة اللبنانية مش بس للفئة الأولى وما حدا يقلنا أنه فيه انصهار وما انصهار مش مظبوط هذا الحديث يحصل الانصهار عندما يحصل المسيحيون على حقوقهم وإذا ما حصل المسيحيين على حقوقهم ما رح يصير فيه انصهار ما حد يخبرنا خبريات بيروح واحد على وزارة معينة يعين كل الوزراء من طقفته كل الموظفين من طقفته هذه هي الحقيقة روح تطلع على كل الوزارات وبيلقل على وزارة تانية بيعمل ذات الشي هذا الوضع منه مقبول وهذا الوضع يجب يلاقي له حل ولازم الصوت يرتفع من شان هيدا الأمور وبالأخص بالأخص من شان تكون المناصفة بكل فئات الوظائف ساعتها بيصلح وانا ساعتها بتكون ما عم بتهجر للشاب المسيحي اللي من تعطيه وظيفة بالدولة اللي من تعطيه وظيفة بالدولة هو بيأمن على مستقبله ومستقبله ولده ولو كان المعاشات قليلة هذا هي بدي كمان أنا هوني أقرأ دكتور ويسام راجي رئيس اسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية قعد مع مجموعة من البحثين والأكاديميين دراسة ديموغرافية خلاصة تفاؤل في مستقبل المسيحيين شاء الله نضل عيشين لألفين العدد إلى ارتفاع والتأثير والتأثير ما زال كبيرا أنه عندك موضوع الهجرة ومعدل خصوبي عم بيقول أنه الهجرة عم بتخف معدل خصوبي عند المسيحيين عم بيرتفع من سنة السبعين لأهلأ خف شوي عند المسلمين وزيد عند المسيحيين بس هاي دراسة قيمة بيكفي أنه طالع من الجامعة الأمريكية يبعرف أنه ريتا بدي رأيك فيها لأنه في وجهتين نظر سار رحل لك رحل لك شو هاي دي بكل العلم العلم السيونتيفيك بيحكي عن الإيكو سيستام نحن لبنان هو مثل إيكو سيستام حتى بقت اللي بيتكاتر فيه نوع معين من الحيوانات بس بدون يقدروا يأكلوا يعني تحكي عن الطبيعة من الطبيعة الطبيعة هي بتوقف النمو يعني إذا أنت بيجيك خمس أولاد وهالخمس أولاد كل واحد بيجي خمس أولاد صاروا خمسة وعشرين واحد ما هاو دي قد ما بتقلي أنت بيضلي دبرا ما هيدا ما بيقدر يعيش ما هيدا بيضطر يهاجر وهيدا الدراسة بتقول أنه الهجرة عند المسلمين أكبر من الهجرة عند المسيحيين وهيدا الكلام صحيح لأنه كترة النمو بتمنعك أنك تعيشهم وهلأ ما بقى متلقابل أنه يلا نكترهم ونشغلهم بالحقلة أول شي ما بقى فيه أرض من شأن نتشغلهم فيها والزراعة ما بقى تعيش مثل ما كانت تعيش قتل وتانيا كل الطواقف بيخلق عنده ولد بده يعلمه بده يبعثه على المدرسة بده يبعثه على الجامعة وإذا كان عنده سبع أولاد وعشر أولاد ما بيقدر وحتى الجيش ما بقى يقدر يستوعبون والأجهزة الأمنية وحتى إذا ما علمتهم الوظائف الصغيرة والوظائف اللي مع عشيتها كتير قليلة ما بقى موجودة وبالتالي هيدا السيليكسيون ناتوريل بتوقف أنه مو بالإيكوسيستام وهيدا من شان هك هو عم بيقول أنه كمان معدل الخصوبة عند المسلمين مخف بس الاتجاه نحو الإنجاب الكثير حكما بده يخف وبده يتوقف لأنه لأنه ما بقى فيه طريقة عيش هيدا الدراسة معمولة سنة 2013 هلأ رجعت طلعت على العلن هيدا مش جديدة دراسة هيدا دراسة أدية هلأ حطينا حطينا هلأ بس هي معمولة من قبل ست سنين صار لخمس سنين ما أقول هلأ حطينا ما أعرف لا يمكن رجعت طلعت على الضو هلأ طيب شو بت تستخلص بين نظرية تناقص المسيحيين في المؤسسات وتزايد المسيحيين في العدد لك لمن بيكون عنده وظيفة الإنسان اللي عم بيأثر على المسيحيين بطبيعتهم ما بيخلفوا كتير بس مش بس هيك الوظائف يعني هيدا الزلمة يلي ما عم بيقدر يطعم ابنه أكيد هيدا رح يدفعه لما يخلف أكتر وهيدا الزلمة اللي عم بيفتش يروح لبرة كمان بيدفعه لما يجيب أولاد أكتر وهلأ بتشوف واحد عنده ولدان بيقول لك أنا ما عم بقدر أعيشهم ولا ما عندي وظيفة بدي يهاجر لبرة أفضله يهاجر هو ولدان مش يهاجر هو ستة وكمان طبيعة الناس هار بدأت تعلم ولاده ما بدأت تشغله بالأرض من قبل إذا بتطلع أكتر ناس كان عندهم معدل خصوبي كانوا الموارن من مئة سنة لا كان في عيال عشر أولاد وخمسة عشر ولد وحد منهم لأنه دينيا أنت بتعرف أنه الكنيسة الكاثوليكية بتقول أنه لازم واحد الهدف المجامعة هي الإنجاب مش غير شي وفي كتير بلدان كانوا هاي إذا بتطلع بكندا الشق الفرنسي اللي بكيبك بكندا قبل سنة 63 الثورة اللي عملوها هني على الإكليروس بكندا قبل كل العائلات يعني اللي عمرهم 70-80 سنة بكندا هلأ بالكندا الفرنسوية بكيبك كلهم عشر ولد خمسة عشر ولد كلهم وهذا من وراء الكنيسة الكاثوليكية بس هيدا بيعمل ساتوراسيون بالعدد وما بقى فيك تعيشهم في ضيعة مثلا في ضيعة بعكار اسمها ببنين معدل العائلات فيها كل عائلة اسم الله عشر أشخاص 12 شخص عم بعطي رقم هيك بس انه شي من هيدا هاو دي وامدون يقعدوا بطل فيهم يقعدوا بطل في طعميهم مجبور حكما انه يخفف الإنجاب ليه ما بدك ترشح على ليه عزفت عن الترشح عم بدك سرجين 20 اكتر من 20 رسالة نصية وهي انه مزعلنين انه منك ما رح تترشح ما بنا نحكي عاطفة عاطفيا بس ليه عزفت عن الترشح مجددا بالانتخابيات أنا عزفت عن الترشح على المجلس السياسي لسبب وحيد وانا حطيت على صفحتي على الفيسبوك انه سبب هو افساحا في المجال من شان طاقات يزخر بها الطيار الوطني الحر وهي جاهزة من شان تكون أعضاء بالمجلس السياسي وبيزيت الوقت كمان لأخلق سابقة انه مش واحد بيقعد على كرسي بيبطل يقوم عنها هيدا هو السبب الوحيد ما فيه اي سبب آخر وكل تأويل او كلام آخر بيكون غير صحيح ولا بيكون اكسترابولاسيون ليقول انه ما بعرف شو سبب هيدا هو السبب الوحيد فيه طاقات بالطيار فيه طاقات شابة لازم تترشح على المراكز واهم مراكز المجلس السياسي في الطيار الوطني الحر انا محل ما بكون اذا كنت عضو بالمجلس السياسي ولا كنت ناجحاك ناشط في الطيار الوطني الحر ما بيتغير شيء بحياتي بيظل صوتي مثل ما هو بيظل احكي مثل ما هو بتأمل انك تظلك تستقبلني كمان ما نفكر فيها مع لقب ولا بلا لقب اللقب ما بيأثر شيء أبدا 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 انا بعدني مثل ما انا ومكفي مثل ما انا كل عمري اسمي ناشط بالطيار الوطني الحر هلأ الي سنتين ثلاثة اسمي عضو المجلس السياسي بالطيار الوطني الحر رجعت على ناشط بالطيار الوطني الحر لا أكثر ولا أقل مش زعلان لا مش فلا لأنك زعلان من شيء أعوذ بالله أنا بعفك إنسان صادق لو كنت زعلان كنت أقول على الهوى ولا على الصفحات زعلان ولا مش زعلان أبدا تعتبر انه انت لازل تكون بموقع أفضل من هيك وما وصلوك أنا أكيد بستاهل مواقع أكتر بس مش معناته إنه إذا كان واحد في كتير بيستاهلوا كتير مواقع بس عدم ترشحي وعزوفي عن الترشح ما إلو علاقة لا بالمواقع اللاحقة ولا السابقة ولا إلو علاقة بشي هو لنخلق سابقة إنه بتقعد على كرسي بتقوم عنا أنا أمت عملنا بعد سنتين ونص يمكن يكون في ناس بفكروا إنه عدلك بعد شوية لا بالعكس أنا كيف بدي يكونوا مغير وإخلق إنه كل الناس يلي بيقعدوا بمحلات قللهم تفضلوا تبتلوا إنه قوموا عنا هيك هيدا هو السبب بحد أول أكتر من هيك لو ما كان حبيبنا ودي عائل نقول له مبروك أبو ليوبولد بولوس الأسد لو ما كان ودي عائل هو بده يترشح كنت نسحبت أماني حكي صدق حكي نسراحة لو ما كانت أنا يعني لأنه ناس عم بتقول من الباب لطاقة من الدلفل تحت المسرا أنتو هو زيت رح قللك أنا كنت مقرر العزوف عن الترشح حتى لو ما ترشح ودي عائل بس هو كمان موجهله تحية هو ما كان عارض ترشيحه لأنه كان معتقد أنه أنا بدي أترشح لمن أنا عزفت عن الترشح بلا ما قلت له بلغته أني أنا عزفت عن الترشح ساعتها هو قال إذا أنت مش عارض ترشح أنا رح بترشح وهو واحد من يلي بعبه بعبه كرسي له منا كل التأدير هو وغيره وفي غيره كمان منقدرونه كتير مناح بس هلأ سأبت لأنك سألتني بس هيدا هي في أحد الأحبة الأصدقاء كان سائل أماني كمان وجباتي أنا وأنت كمان بتاك تجاوب موضوع بلاط في مشكلة صايرة هلأ في مشاكل كتير بس في إصرار على الإجابة عن هذه النقطة أزب تسمع شو صاير عندكم في معمل ببلاط إجوا أخذوا رخصة الأشخاص يلي أخذوا بدهم عمروا هالمعمل بفرس نيفيات البلاط وجوارها وأخذوا رخصة على هالأساس وراحوا عند وزارة البيئة عطتهم وزارة البيئة إذن على شرط أنه التصنيف يصير تصنيف رقم اثنين مش نصنيف حرجي والهلأ أس يعني هلأ التصنيف بعده حرجي وبالتالي ما قالوا نحق يكفه تانيا كبروا المعمل أكتر من ما كان الاتفاق أنه يكبروه تالتا فيه تعديات على أملاك النهرية رابعا ما عندهم إذن من البلدية والبلدية من موافقة وخامسا والأهم من هذا كله الناس الشعب هو مصدر السلطات والشعب يلي انتخب رئيس بلدية بلاط أندريل الصيفة طالبه أنك أنت توقف بوجه هالمعمل يلي كان وجهة استعماله شيء وصارت وجهة استعماله عشر مرات أكتر هذه هي والأستاذ الصيفة من وجه له تحية عم بيعمل مثل ما لازم يعمل وعم بيطبق لانون هلأ فيه أخذ ورد بالموضوع وفيه دراسة عم بتحضرها جامعة الألأيو والخبراء بجامعة الألأيو عن الأسر البيئي على هالمعمل يلي أخذ رخصة وعمل أكتر منها الرخصة بتسمح له وهذه الدراسة لأنه بتعرف أنه في جامعة بعيدة عنه 300 متر لهالمعمل ببلاط جامعة الألأيو هي موجودة ببلاط وبعيدة 300 متر على أسر هالدراسة كمان بده يطلع تقويم وإعادة تقويم لوجهة استعمال هيدا المعمل أنا ما بعرفون الناس يلي يلي عم بيعملوه ولا بعرف بس بعرف تفاصيل يلي عم بيصير ولما بتكون البلدية رافضة ولما بيكون بلدية رئيس البلدية نظيف وما أنه صاحب مصالح وما أنه بيقبض رشها والناس كلها بتعرف ما فيني أنا إلا ما أوقف عند رأي السلطة المحلية الممثلة بالرئيس البلدية وعند رأي الناس يلي كلهم عم بيتلفنوا لي ويقولولي مطلوب تأخذ موقف من موضوع هالمعمل هيدا هي شو منتظر من الرئيس العماد عون كلنا سوا وقدت عندك وجهة ناظر خاصة محب أسمع من رئيس العماد عون كمهمة كرسالة مش بس موضوع موضوع السياسي بهذه الحكومة وما سيليها وما ستترك الإرث الإرث خلينا نحكي عن الإرث ما هيك أنا قلتلك عن الموضوع أنا شفتك عشو شاهد القيامة بيقول فيه بيتوجه فيه للبطرياك الذي سوف ينتخب وبيقول له أتوجه لك قبل أن يعلن اسمك يعني عم بيقول له أنه الشعب ناطر منك شي وإنت لازم تكون على أد تطلعات وأمال الشعب عم بيقول له أنه أنت يا بدا تكون شاهد على قيامة لبنان ويا أما بدا تكون حامل مبخرة بجنازة لبنان وهذا الكلام هذا الكلام أنا الرئيس عون منه مثل البطرياك الممكن يكون سوف ينتخب الرئيس عون هو شخص معلوم ومعروف من هو بس الحكومة هي اللي نحن ما بنعرفها نحن ننتظر من الحكومة وننتظر من خيارات الحكومة تكون الخيارات يلي بدأ تشهد على قيامة لبنان مش على جنازة لبنان ومتل ما قال له أنه بينتظر منك شعبك المعجزات يا فخامة الرئيس ميشيل عون ما بينتظر منك عادة لأنك أنت منك شخص عادي وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائمه بينطر منك مثل ما البطرة كدويهة ضرب العصر بالأرض وطلع منه ماء بينطر منك أنك تجترح المعجزات وتقيم بلبنان وما يبقى هاللبنان المعطر يلي نحن جيرينه وهو جيريرنا نحن مطلوب منك أنك أنت تحط إيدك تحته يا فخامة الرئيس وتقيمه بها الحكومة وبوحدة الحكومة وبوحدة كل الوزراء الموجودين بالحكومة وبكفائتهم وابتعادهم عن الحزبيات والطائفيات والشخصانيات والمصالح الشخصية ماذا بقي من أنطاك يا مشال حايك ماذا بقي من لبنان مشال حايك ماذا بقي من المارونية مشال حايك الله يرحم ما هيك شو اللي بقي منهم وشو اللي شو اللي بدوا يستمر فيهم هذا موضوع كتير كبير بنحكي فيه بعدين بدوا حلقات خاصة هالثلاث هالثلاث نقاط المارونية أو المسيحية في شغلة وحيدة ما فيك تشيلة منها هي الإيمان والإيمان المسيحي مبني على الرجاء ومبني على الحقيقة ولمن انت بتكون عندك الرجاء ومستعد تنطق بالحقيقة لو بدأت كلفك دمك ما بيكون بقي كتير ولو قد ما جرحت وقد ما ضربت نحن المسيحيين المشرقيين ما مرأ علينا فترة قلعا من فترة المماليك وبعدها العثمانيين ننتبه كل الناس بفكروا إنه هيدا أيام محل عنا بالعكس هيدا أيام كتير منيحة يلي بيعرف التاريخ بيعرف إنه بين وقت اللي إجوا المماليك على لبنان وبين مجازرهم من سنة 1200 لسنة 1516 وقت اللي اعتقد اللبنانيين يلي هن المماليك شنعوا بكل الناس كانوا ظالمين بحق الصنة لأنه هن كانوا كانوا بيتبعوا ابن تيمية وكانوا ظالمين بحق المسيحيين لأنه بيعتبروهم أهل زم وبيقتلون وكانوا ظالمين بحق الشيعة وكفرون وقتلون وما فتح كسروان سنة 1882 إلا للاقتصاص من المسيحيين والشيعة لأنه الوجود الشيعي كان كبير وطاغي بمناطق جبال وكسروان وأعمل سيف فيهم أكتر من المسيحيين بعدين لسنة 1516 اجوا العثمانيين وانبسط الأمير فخر الدين أنه هو تحالف مع السلطان سليم الأول التاني سلطان سليم الأول سلطان سليم الأول فخر الدين التاني يلا تحالف معه واعتقد أنه رح ينهض بلبنان ورح يكون هو الخلاص من الممليك واجهوا الأتراك دغري بعد مدة صغيرة يصاروا على شابهة الممليك لحد ما تخلصنا منه سنة 1918 وانا برأيي عيد الاستقلال اللبناني هو لازم يكون عيد التخلص من الممليك مش التخلص من الفرنسيين لأن الفرنسيين لبنان كان تحت الانتداب الفرنسي ومن سنة 1918 إلى 1943 عملوا عملوا دولة الفرنسيين بلبنان صحيح أنه اختزلوا إرادة اللبنانيين إلى حد ما بس الأكيد أنه عملوا دولة ومنهبوا لبنان الدولة كنا متأملين تكفي بعد سنة 1943 صار يلي صار نحن هلأ بسنة 2018 اليوم وان شاء الله بتطلع الحكومة قريبا وبتكفي بالنهوض بلبنان وكون على شكلة يلي أرادو لبنان على شكلة يلي أرادو الكبار من لبنان وان شاء الله بتطلع بأول تشرين بعيد جميع الإدسين تيبير كوة جميع الإدسين وبقوة العدرة والديش شربل وكل الأوادة بتكون هي حكومة النهوض حكومة النور نسميها حكومة النور إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وواحدة وثلاثين تشرين الأول كمان تاريخ حلو بيكون طبعا هو ذات شو بتقول للشباب القوات والتيار وكل والشباب الفريق الآخر مش فريق آخر عفوا كمان الشباب بالطواقف بالطواقف الأخرى ما منعنا حسنا أنا بقول لش شبيب الطيار والقوات البنية بس يشوفوا بوست عاطل على الفيسبوك بيتحمسوا من شان يهجموا بعضهم بقول لهم تذكروا من سنتين إذا كنا نحنا متفقين وإذا كان الجو أحلى من هلأ وإذا كان الوقام أحسن رجعوا لها لها الماضي الحلو الماضي القريب الحلو واحد ورجعوا اعتبروا أنكم أنتم أخوة لأنكم بتعرف قوات بكون واحد عنده خي وخي ولمين بتكون طلعوا الأشياء العاطلة تذكروا الأشياء المنيحة وحطوا الأشياء العاطلة على جنب لأنه بيقدر واحد يختلف هو وخي بس لازم يرجع دايما يعرف أنه هذا خي وهيدي مش للأبد الخلاف هايدي إن شاء الله بتكون غيمة صيف عابرة وبترجع لأيام لما جريها هايدي والكلام اللي بينطبئ على الطيار والقوات اللبنانية بينطبئ كمان على حزب الله وحركة أمل وطيار المستقبل والحزب التقدم الاشتراكي ونحن تحب تقول شي بعيد بقول إن شاء الله بتطلع حكومة قريبا وإن شاء الله بتخلص لبنان شكرا ووجه تحية لشباب الطيار الوطني الحر يلي نهار الأحد عنده انتخابات مجالس الأقضية وبقول له نحكم ضميركن نسو المشادات الداخلية صوته للشخص الكفوق وللي بيستاهل أنه هو يمثلكم ويلي عنده تاريخ أبيض وتاريخ نظيف ويلي كان واقف حدكن كل السنين الماضية وهن كتار وكتير شباب بيستاهلوا وبكرة بـ 24 التاني في انتخابات المجلس السياسي نسلم الأمانة للأشخاص للمنتخبين الجدد ويكونوا أنا أكيد على قد المسئولية ويكونوا صوت محزمي التيار الوطني الحرب بقلب الاجتماعي وشكرا أنا بدي أشكرك ناجحاك إذا كنت بقلب المجلس السياسي أو برات وانت بقلبنا وفي وجداننا وفي محبتنا دائمة وانت بإذن الله بتكون ضيف دائم وانا مش ضيف أنا بكون ضيفك وانت تكون هذا أنا ضيفك أنا بتشرف أن يكون ضيفك هذا بيتك حبيب تعرف محبتك الغالية ومحبة الشباب وقال لي أويكم كلهم أنا معلي لو سمحت لنفسي هون موضوع أنيني شخصي بدي وجه تحيي لأمير النبيل أندري جبور وليل دكتور أنتوان شديد بفرنسا الشباب المخلصين الطيبين الوطنيين الشرفاء لبلدهم هني ومجموعة من الألاف والألاف لكن أنا بعتبره النموذج يقتضى به لهالشباب الطيب وهالشباب الشرفاء وانت بأول إن شاء الله أستاذ الدكتور أنتوان شديد بيكون ضيفك على عيد الميلاد ونحن ناطرين الأمير الكبير الصديق أندري جبور يجي على لبنان بعد غياب طويل وتعمله أنت حلقة هون إن شاء الله إن شاء الله شكرا لألك شكرا لألك وشاهدينا الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة